هذا وقد وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الجامعات الحكومية المصرية بواقع واحد في المائة وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والديبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء كما وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات من بينها صرف المستحقات المالية لعدد عشر محافظين أراضي الدولة اشتركوا في القناة